أول شيء هذه الدجاجة هذه الصدر مالتها غسرت ايديا وجاهز أقلبها على هذه الجهة على جهة الظهر هذه الدجاجة من جهة الظهر وهذه هنا الأجنحة ترونه هنا يكون مثل طوبتين صغار وحده هنا وحده هنا هذه نسميها chicken oyster هذه أطيب لحمة بالدجاجة يعني هذه أطيب شيء بالدجاجة سوف نقوم بإمكانكم هذه هنا و هنا هذه الصحية أفزم السجينة ما سنقوم بسجينة؟ سأبدأ أقطع من فوق من هنا ليس أقطعها كلها فقط تبسط على الجلد أقص هذا الشكل وأنزل إلى جوة هنا حسن؟ سأكون لدي خط هنا لدي هذه الطوبتين هنا اللي هما chicken oyster سأقص بالعرض من هذا الجهة بس أوكي؟ قصيناها صارت مثل الزائد سأقص سأقص أقص أفرها شوية باعوا هذا الشيكون أويستر هنا 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 مثل النزلة بالعظم أسربيها لحمة جوة هذه أضيب شيء بالدجاجة أوكي؟ سونا هذا الخط أرجع قلبها على مكانها نفسها سأبدأ بالإفخاد أطقهم ألزمها هذا الشكل وأخلي سباعتي منجوبها الجهة وأطق هذه طقيتها وطق الجهة الثانية طقيتها همين؟ طلع العظم ومكانها سأبدأ أن أنظفها عندي هذول الفات هذا الدهن كل ما أريد أراح أشيله هذا ما طيب ممين نكل هذول هذه واحدة بالزبالة وهذه الجهة الثانية هذول دائما نحاول شويدوهم قبل الطبخ إذا شوفون هنا جلد هنا وجلد هنا سأجي بس تشينة أقص الجلد بس أفتح الجلد ما أفتح غير شي جهة ثانية أفتح الجلد دائما بدي جاجة الجهتين نسويهم نفس الشي خلي شوفكم العظم ما طقيعته هذا العظم ما طقيعته طلع من هنا اوكي وهذه الجهة الثانية هذا العظم طلع من هنا جيد هزا شا سوي أوقف الدجاجة على صفحتها هالشكل ألزم الفخد هنا بيدي هذي أقص أكمل أجي على هذا الخط اللي سويته قبل شوية وأجي أفصل الفخد عن الهيكل العظمي وهذا الدجاجة شوية شوية باعوا هذا الأويستر هذا أطيب شي بالدجاجة تريد باركم دائما شيلوه ويفخد الآن أبدأ أقص إلى الآن الفخد إن شاء الله طبعاً هناك أعظم أنت حاولوا تتجنبوها وهذا فخد سأخذ لي بصفحة نقطعها كلها وأرجع شوفكم ما نقطع الفخد ونقطع القطع الصغار الثاني نفس الشي هذا هنا الخط ألزمها هالشكل أقص الخطوية الخط سأقص نقطع القطع للشيكين وايستر وأبدأ أقص باعوا هذا العادل كل شي ما أكو كل شي ما أكو إذا ما أكو عظم شوية أرفع 60 مالتي يمنى يسرى يمنى يسرى يمنى يسرى ودخل بين الأعظام هذا فخد الثاني سأخلي بصفحة هس نجي على أصعب مكان اللي هو صدر مارد دجاج باعوا الجلد أهم شي لازم رجعه بمكانه حتى من نقص نقص جهتين مدسويات من الجلد على كل صدر سأسحبه لي جوا أوكي أدنا هنا هذا العظم هذا يسمى عظم القص ما هذا العظم؟ أخلي ستشين فوق هذا العظم وأقص شوف هوين راح تروح ستشين يمنى أو يسرى راحة يمنى أكمل يمنى راحة يسرى أكمل يسرى أوكي باعوا فتحت عني الدجاجة من هنا أرجع أفتاحها بعد أكمل أفتاحها بعد أكمل أفصلها من هنا باعوا هذه العظمة هنا مقوصة أي هذا الشكل أدخل ستشينة بينه وبين اللحم باعوا تأشيل بس اللحم عن العظم باعوا أفصلها من هنا حتى اللحم باعوا عندي هنا عظمة هنا باعوا لقد قص بيها باعوا أنزل إلى أن ينطيني باعوا هنا عظمة هاي كلها عظم سمعون الصوت هم لازم أشيلها شوية شوية باعوا هناكوا مفصل لازم أدخل بالمفصل هذا صدر شناء هذا هو أحد هم راح أخليه بصفحة بعدين أقطع القطع الصغار أصبح نجيب الجهة الثانية شو ماك ولا تعليق يا رحتو يا امتابعين باعوا هذا عظم القص هنا باعوا شقد ماكو لحم هنا كل شي ماكو لحم كل شي قريب طبعا هم راح نستعمله مراح أذبه راح أعلمكم شوان الجهة الثانية هم نفس الشي أجي على عظم القص وأروح السجينة هي تروح يمنى ويا اللحم دائما أوقف شوية ادخل صبعتي أشوف أين رايح السجينة إذا زاحف أرجع أعجيبها مرة ثانية هسأرجع أفصلها منها الاتجاه انفصلت من فوق من الجهة أفصلها من الجهة الثانية وين المفصل يعتري المفصل تشوفوا هذا المفصل هنا هسأراح أقص دائما أفصل فخد صدر الثاني هذه راح أخليها بعدين شوي تلقى نحكي عليها هاي كلش مهمة طبعا هاي سيديناها هناك هاي لديناها الدجاج مريضة أوكي هسأعدنا هذا الصدر هنا وهذا الجنح دائما هاني أفصل الجنح عن الصدر أدنا باقو هنا هذا مفصل تشوفوا يسوي هالشكل أفصل الجلد أفصل الجلد واجه على المفصل وأقص إذا قصينا بمكان الصح كلش سهل ينفصل أبد مصعب هاي واحدة هنا وهسأصار عدنا صدر ويا هذه العودة أسرح أجب ستشين اللخ خلي أغسل إيدي دقيقة وعندي هاي ستشينة اللخ هاي اسمها أوفيس نايف هاي كلش مهمة تشوفوا هاي العظمة هنا أجي أخليها المفصل هنا أجي قبل المفصل بشوية أطخوي العظم أريد أسوي دائرة أحاولها كلها هاي صارت دائرة هسأ أبدي أخلي ستشينة وأفصل اللحم عن العظم أطلبها الجهة الثانية أفصل اللحم عن العظم أريد أغشف فيها أفصلها كلها ستشينة 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 ستشينها 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 صدر وعظمة نظيفة هالشكل من الحمراء أظل عندي هاي عظمة نظيفة هنا بالطبخ طبعا هنا عدنا هاي لحمة وصدر هاي نقدر نشيلها بيدنا باعوا هذه نشيلها بالطبخ ما راح نحتاجها وصدر أخليها همين بصفحة صار عندي هذا صدر كامل أنا أقلي أقلي بالطبع على هالجهة هاي إلى أن يحمر الجلد أرجع أقلها وعند هنا هاي حافظة صغيرة أخليه بالحافظة وأخليه بالحافظة وأخليه بالغطيه وأخليه بالفريزر هاي أول شيء سويناكم صدر هذا هم راح أخليهم بالحافظة طبعا عندي حافظة مالة مالها اللحمات أخليهم بحافظة ببحدهم صدر هذا الجنح ببحد صدر ببحد كل شيء إلى حافظة مالتها أوكي هسا عدنا هنا الفخد أقلب على هاي الجهة باعوا شوين وخر الجلد شوف هذا هنا مثل الأبيض المفصل يكون جوه هذي أخلي ستشينه أقص كلش سهلة هذا فخد وهذا فخد وهذا فخد مادش اسمه هم فخد هذا نسمي دروم ستيكس وهذا نسمي ثاي صدر عدنا واحد أخليه هنا أجيب الثاني همين أوخر الجلد هذا عدنا الخط هنا أتبع الخط وأنزل قصة هذا قطعة الثانية أخليها عكس تروح على الفريزر هذي همين وهذا همين أقدر الجلد مالتهم خلي واحد هنا واحد هنا قطعة 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 هذا ما راح أشيل من عدة هذي لأن ما يحتاجها أسوي به غير شغل ما راح أسوي بالطاوة أرجع أخلي همين وبصحن وأخلي بصافحة وأخلي بصافحة وأحنا عندي الأجنحة هم خليتهم وأصلا أدي ذجاجة قطعة 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 وابدي اقشطه الشكل باعشون يطلع كلش سهل مره يخلي طعم المرق شوية مره اذا ما نشيله وطبعا عبد ما يأثر بس انا احبه اشيله حتى ينطيني المرقة مالتي تكون كلش طائع يعني طعمها قوي ثم اجيب كلينيكس نضمن لي خابر مريم اجاوب لو لا بعدين انا اشوفها بالكلينيكس هذي المكان اشيشكو دم اوكي هس هاي شي نسوي بها هاي نخليها بصينية ونخليها بالفرن على درجة ميتين نخليها تقريبا نص ساعة الان تكونها تصير حامرة اوكي وذب الدهن مالته بالصينية وراها اشيلها اخليها بجدر اخلي بيها مي اخلي وياها بصل اخلي وياها حبة ورقة غار اخلي بيها اي بهارات انتو تحبوها وتخليها نغلي لمدة تقريبا ثلاث ساعات طبعا واحدة متكفي انا ارادة انك ثلاث اربع دجاجات نقدر نسوي من عدها الماجي ما للدجاج فنخليها ثلاث اربع ساعات الى ان يعني شكوشي بالاعظام يطلع بالمي وراها نصفيها نطلع هاذي باقي هنا اكو شوية لحم ننشيلها نخليه بعلبة من العلب همين انا هذا اشيل اللحم كل اسوي به برياني وهي هم من كلش طيبة ببرياني كل هذا نشيله ونخليه بعلبة بصفحة ويصر عندنا المي ونخليه على النار يغلي كله تقريبا يعني انزل اخلي شون سمي رديوس يعني كل المي ينشف قبل ما ينشف شوية يصر عندي مثل الصوس كلش ثخين اخليه بكاسة واخليه بالفريزر او اقدر اخليه بالقالب مكعبات مال الثلج واخليه بالفريزر وكلما احتاج مرقم مال الدجاج ما يحتاج اشتري ماجي انا عندي ماجي مسويه من هذي وهي نستعمل الدجاجة كلها وما يروح من عندنا اي قطعة من الدجاجة وبس هذي انا ما عندي شي باعي تطلقه وهي دجاجة انا قطعناها رح اخليها بالفريزر واني اروح اتوكل وروح اشوف الطوبة ودزولي خبر فزنا لو خسرنا ان شاء الله انفوز يلا باي باي موسيقى موسيقى